شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختمية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع 2023 تضمنت المرحلة الختمية للتدريب تنفيذ مشروع تيك تيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من الحادي والثلاثين من أغسطس وحتى الرابع عشر من سبتمبر الفين ثلاثة وعشرين بمشاركة تسع عشرة دولة وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمى وفرنسيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وكبرس والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرا وباكستان والهند ومشاركة خمس عشرة دولة بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمغر وبولندا ونيجيريا وأغندا والكنغو الديمقراطية وارواندا والتنزانيا واليابان والبرازيل واستوراليا التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع الفين ثلاثة وعشرين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع الفين ثلاثة وعشرين وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكي الكوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية ونفذت أعمال القصف المدفعية على الأهداف المخططة كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المغزوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة موسيقى واختمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصرية سيلفر ستارز ترحيباً بالدول المشاركة بالتدريب وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحي به بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع ٢٠٢٣ مؤكداً على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة اشتراك القوات في حد ذاتها في تنفيذ تدريبات مشتركة في موضعات مختلفة هذا شيء مهم جداً كل مجهوداتنا واشتراكنا وتعاوننا معاً بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للربوع العالم أنا سعيد جداً بهذا التدريب سعيد بحجم المشاركة من الدول المختلفة سعيد بحجم الموضعات التي تم تداولها في هذا التدريب سواء موضعات القيادة والسيطرة على مستوى مراكز القيادة أو سواء موضعات تاكتيكية في تنفيذ أنشطة معينة وهي أنشطة مختلفة سواء كانت أنشطة على مستوى البر أو على مستوى الجوة أو مستوى البحر وبالتالي دمج هذه الأنشطة كلها في النهاية دي حاجة تساعدنا نتمنى إن شاء الله التدريب المستقبلي يكون فيه حجم الاشتراك أكتر من الدول المختلفة أنا سعيد جداً بوجودكم بنا في هذا التدريب وبشكر جميع القوات اللي بذلت الجهد في هذا التدريب أتمنى لكم جميعاً التوفيق نتمنى الاستقرار والسلام والأمن لجميع دول العالم اشتركوا في القناة